مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في مطبخ شهوة جزائرية معكم السيدة نور ودائما مع أطباق وتحليات وحلويات وصفتنا لناها اليوم ستكون جواز شوفلوغ على طريقتي كما تعرفوا كي الناس بزاف متحبش الشوفلوغ ومتحبش الريحة ديالو اليوم سنعملكم طريقة اللي أنا معتمتتها طريقة بزاف سهلة ويجيناء بزاف بنين قبل ما نروحوا نشوفوا المقادير حبيت نقول لكم هاد الفيديو رح يكون مشترك مع قناة الشيف وليد رح يحضر لكم مقروض مع السل بطريقة جديدة رح نخليكم الرابط في صندوق الوصف ما تنسوش اللي بنات تضربوا وطلعوا عن قناة ديالو لأنه متأكدة انها رح تعجبكم إذن رح نبدأ في البداية بالمعرق اللي رح نرافقوه مع هاد شوفلوغ عندي حبه بصل تكون متوسطة الحجم مرحية رقيق وحبه طماطيش هي ايضا متوسطة الحجم رحيتها مع زوج فصوص تعتوق وكميات على المعدنوس وريقة أرنت وحميصة ولا حمص اللي كنتش مختولي لها من قبل وعندي ايضا كميات على الجاج اللي تقدروا تستغنوا عليه وبالنسبة لزي بيس عندي ملح وقركم أرسل حانوت وفلفل أسود وبينسور عندي شوفلوغ والزيت النباتي رح نرح نحط قدرة فوق نار تكون متوسطة رح نحط كميات زيت النباتي حوالي ثلاث ملاعق حتى الأربع ملاعق كبيرة ونحط الجاج داعي كما قلت لكم هنا يلوهم تقدروا تحطوا الزيت وتستغنوا على الجاج يعني مباشرة تبدأ وتقليوا البصل رح نخلي الجاج داعي يتقلى على نار متوسطة رح يضع هذه التحمير الخفيفة ويطلق البنة في الزيت هدا سلم الأسرار باش الجاج داعكم يجيكم ببنين والماكلاء يجي ايضا بنينة وبعد ما تقلى الجاج داعي يمليح يعني يكون شوية نقلبوه رح نجي ونضيف اللبصل الللي كنت رحيتو اللبصل اللبنات أنا نفضل اني دائما نرحيه كده باش ما رقطعناه يعني يجينا عاقد ما يجيناش الماء وحده والبصل وحده وهذاك اللبصل الخياتي رح نقليه مع الحميصة الحميصة ماهيش طايبة الحميصة تعيي انا شمختها ليلة من قبل نخلي هداك اللبصل والجاج والحميصة يتقلوا مليح هنا سنجيب صحن كبير ولوهاء رح نحط فيه الماء والملح وشوية تعال خل اللي رح نقع فيه الشوفلوغ هنا هداك البوكي تاع شوفلوغ كما ركتوفوه حجم تاعو متوسط يعني ماهوش صغير وماهوش كبير رح نتخلص من كامل هادوك شوائب اللي جيو فيه بهذه الطريقة يعني باستعمال موس ونقطعهم بهذا الشكل وفي هاد الوقت اللي راني نتخلص من كامل شوائب تاع شوفلوغ رح نهضر لكم شوية على زي بيس كما تعرفو خياتي انا دائما لجيوني تعليقات على زي بيس كاي اللي تقول لي ما تعمليش راس الحالوت وكاي اللي تقول لي ما تعمليش الكوركوم اهنا هاد الجواز تعشوفلوغ عملته على طريقتي يعني عملت كما نعمل في داري وانتو ما كل واحدة حرة يعني اللي تحب تزيد تابل ولا اللي تحب تنقص تابل يعني هي حرة ولا اللي تحب تجرب نفس الطريقة تعي وتشوف النتيجة ايضا هكذا خياتي تخلصت من كامل هادوك اللي جو من الفوق كما راكم تلاحظو انحيو هادا هكذا وراح نتحصلو على البوكي تشوفلوغ دعنا بهذه الطريقة يعني هكذا كيتقلبوه وتنحيو كامل هادوك شوائب من الفوق وتديرو فتحة في الوسط هكذا راح يسهل عليكم وتقدروا تقطعوه دي بوكي صغار ويجي ناشكلهم يعني تقريبا كامل كيف كيف ونحطهم في هاداك الماء اللي فيه المنح والخله راح نخليهم مدة خمسة حتى العشر دقائق هكذا باش يتنقى مليح وكش ما يكون فيه طراب الداخل ولا راح يتنحى نكون شوية راح نتفقد القدرة تاعي نشوف الجاج والبصلها والحميصة إذا تقللوا راح نجي هنا ونضيف لهم الحبة طع الطماطيش وزوج فصوص طع الثوم أنا الفصوص طع الثوم وطماطيش ضفتهم في الاخير هكذا باش نبقى محافظين عن نكهة طع الثوم ومن بعد راح نضيف اليزي بيس اللي هو ماكركم في الفلكحل وراس الحنود والملح أكيد قبل ما ننسى أوريقة عرند وشوية تاع المعدنوس اللي كنت قطعته رقيق نخلط الكل مع بعض راح نضيف هنا يا حوالي كأس تاع الماء اللي يكون سخون ونزيد نخلط الكل مع بعض راح نغطي عليه ونخلي القدرة تاعي تتقلاء على خاطرها هاد الثاني أهم خطوة باش يدوب هادك البصل ونتحصله على مارق من بعد يكون عاقد ويعني ما يجيناش البصل وحده والمارق تعنا وحده نرجع نكمل نحط شوف اللي اغتاعي في الماء هنا راح نزيدنا يعني حاولوا انكم تغمروه بالماء ونخليه بجيه هنا ما راح نزيدنا يعني ونضيف الماء الكافي يعني ضيفوا الماء قسمي يطيب الحميصاتكم ويطيب الجاج هنا بعد ما جالست حوالي عشر دقايق عشوف اللي اغتاعي وهو في الماء راح نعود نشله خطرات ولا زوج خطرات يعني حتى نتأكد باللي ما فيهش حتة حاجة ولما تعول صافي ونحن نتخلصوا من هادك الماء ونحطوه في الكسكاس وراح نعملو شوية تاع الملح ونحطوه يفور فوق المارق تاعنا اذي خيتي طريقة تاعي ولا الطريقة اللي ما تخليش الريحة تعمر الدار انكم تفورو شو فلوغ تاعكم فوق المارق بهذه الطريقة للريحة تاع شو فلوغ ما هيش كامل حتعبي الدار يعني صدقوني ما تضربش الريحة تاعو كامل في الدار وفي هذا الوقت رح نروح نحضر العقدة والدرسات اللي رح نتبل بها شو فلوغ تاعي رح نجيبا لسيبيون رح نحط فيه ثلاثة حبات بيت وندير اليزي بيس اللي هما فلفل اسود وراس الحانوت وكركم وشوية تاع الملح يعني انا ملحته ديجا ما نكترش بزا في الملح وندير كمية تاع المعدنوس مع زوج مغارف كبار تاع الفارينة ونخلطهم ملح حتى نتخلصوا من كامل هادوك الكوتل اللي تعملهم الفارينة ومن بعد هنا انا ضفت ملعقة صغيرة تاع الهريسة واللي ما يحبش الحار ما يعملش لكن ما هيش احجي حارة يعني تقدروا تديروه لانه الهريسة تزيد بالناء ومن بعد هذيك العقدة اللي تحصلنا عليها راح نبدأ نحرحرها ولا نفتحها في شوية تعلحلي بيعني ما تكترواش بزا في بلكم دلو في بلكم باللي كل وين جي العقدة اعاقدة يعني راح يدينا شو فلوغ تعنا ابنين ونحتاج ايضا لشو فلوغ اللي راح نرمد فيها شو فلوغ ونروح نتفقد شو فلوغ تعي راح انتستي غرب سكين هكذا واذا لقيتوه طاب رايح تنحوه وتخلوه يبرد تماما والمارق تعوه راح تنقصو عليها النار واذا لقيتو الجاش دعكم طاب نحوه وخليو الحميصات يكمل الطيب ويعقاد المارق وبعد ما يبرد شو فلوغ راح نجي ونحطوه في هذيك العقدة اللي عملناها مع بعض هنا من الاحسن انكم تحطو شو فلوغ تعكم كامل في هذيك العقدة واتخليوه يريح مدة عشرة حتى الخمسة عشرين دقيقة باشو شو فلوغ يتبل بهاديك العقدة ويجيكم بزاف بنين ومبعد راح نرمدو فلاشة بلغ ونحطوه بهذا الشكل هنا عندي في مقلة يعني غمرتها بالزيت فوق نار تكون متوسطة نخليها حتى يسخن مليح هذاك الزيت ونبدأ نحمر شو فلوغ تعيي كي يتحمر نزيد نقلب وع الجهة الأخرى يعني يحمروه من كامل جهات وهنا كل واحدة كيفاش تحب أنا بصراحة نفضل انه يجيني شوية مقرمش يعني ما نحبوش طريب بزاف على هذا نشتين حمرو شوية في المقلة وانتو ما يعني لكم الاختيار تحبو تحمروه ولا غير يدي هذيك تحميرا الخفيفة تنحوه وكي تنحو خياتي حطوه في كس كاس بشي تقطر من هاداك الزيت ولا حطوه فوق هكذا تبصي في هورقة طاهي باش نتخلص من الزيت زائد وبعد موجد الماراق تاعي والجاج حمرتو في شوية تاع زيت سيحا انسر بيه أمامكم الطابق تاعنا وشوفوا هنا يا خياتي الماراق تا هي كيفاش جاني عاقد يعني سر في التقلية يعني دائما لماراق تاعكم خلوه يتقلع على خاطره وانا ايضا تقدروا خياتي شو فوق تاعكم يعني طرموه في الماراق وتخليوا حوالي دقيقة حتى لدي دقيقتين يعني غير يغلي في الماراق وتنحوه لكن انا انفضل هذي طريقة ما نفضلش نغليه في الماراق لانه تروح له هذيك البنة ويتبدل الضوء تاع الماراق يعني يولي فيه الضوء تاع شو فوق لكن انا ما نفضلش هذيك الطريقة يعني نفضل اني نحطوه فيه تبصي ونسقيه بالماراق وهكذا وراح نقدمو بهذاك الدجاج اللي حمرته واكيد برشا التعليح الشيش والقارس وهكذا خياتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة تاع اليوم وان شاء الله ثانية تعجبكم طريقة تاعي وما تنسوش تجربوها لاني متأكدة انها راح تعجبكم واستندوني خياتي في فيديو لاحق والسلام عليكم